حزب الله بعد حسن نصر الله هل يختلف عن حزب الله وقت حسن نصر الله؟ ما الذي ينتظر الحزب حتى يحقق إيلاماً حقيقياً للكيان الصهيوني قبل أن يتم إعادة احتلال لبنان وفرض شروط على الأرض المرض الأكبر الذي تعاني منه لبنان هو الطائفية السياسية في الأخير هذه حركة تحرر الوطن كما في معظم الحركات التاريخية يتم استهداف القادة مثل هذه الحركات تكون ولادة لمزيد من القادة بعد اغتيال الشهيد الصنوار الآلة الإعلامية للنظام بدأت تهاجم حماس من جديد هل المجتمع الإسرائيلي قبل الطفان هو نفسه ما بعد الطفان؟ أنا أشوف الشعب في عمومه لا يعنيه من تم اغتيال يعنيه أن يعود إليها أسفا إسرائيل أداة من أدوات المشروع الصهيوني والصهيونية العالمية أحد أدواتها الأساسية هو الكيان الصهيوني القوى الإقليمية ستظل تشكل تهديداً استراتيجياً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الخطر الذي يهدد إسرائيل هو وجود كيانات كبرى لم أكن أراهن على أن طفان الأقصى سيكون هو الجولة الحاسم ولكنه جولة في إطار سراء لا يمكن بالمطلق أن تستبعد إيران من تاريخ المنطقة ولا من كغرافية بس تستبعد إسرائيل كانت بيانا استيطان احتلال المزاهب للأسف الشديد في منطقتنا يتم استخدامها كأدوار أدوار وظيفية وصور حسن نصر الله كانت تعلق في بيوت معظم العرب باعتباره رمزاً وطنياً للمقاومة والجدية والفعالية في مواجهة الكيان الصهيوني وما زلت أراهن على أن الحزب يمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات التي يستطيع بيع إيلام إسرائيل بالفعل هل كان رد حزب الله موازي لما تعرض له من اعتداء؟ السلام عليكم بودكاست الطريق وحلقة جديدة هذا أنا محمد جمال هلال أهلاً بكم ضيفي في هذه الحلقة من بودكاست الطريق الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يدور الحديث في هذه الحلقة من بودكاست الطريق حول ما أعلنه نتنياهو عن اليوم التالي وسيناريو الشرق الأوسط الجديد أيضاً سنتحدث عن إيران وتوسع الحرب وحزب الله وما سيحدث من سيناريوهات في حال انتهت الانتخابات الأمريكية تحدثنا وسنتحدث دائماً عن طوفان الأخصى باعتباره حدثاً تاريخياً يمكن أن نتحدث عنه في سيناريوهات وكذلك تحليلات في بودكاست الطريق أهلاً وسهلاً بك دكتور مرحباً بك في بودكاست الطريق شكراً جزيلاً دكتور دكتور خلينا نبدأ بمحاور كثيرة عن الحرب في قطاع غزة ولم تعد الحرب في قطاع غزة فقط ولم تعد طوفان الأخصى فقط وإنما أصبحت الآن حرب بدأت تتسع بشكل أو بآخر لبنان جنوب لبنان ضاحية الجنوبية دخول إيران على الخط سوريا هي الأخرى والعراق واليمن مشروع جديد يطلقه بن يامين نتنياهو بعنوان الشرق الأوسط الجديد ثم اغتيال أو استشهاد يحلي الصنوار فيتحدث عن اليوم التالي بشروط إسرائيلية جديدة بدعوة أنهم ينتصروا في الحرب بشكل أو بآخر خلينا نتكلم النهاردة عن محاور مختلفة أبدأ باليوم التالي والشرق الأوسط الجديد كيف تنظر إليها وبصفتك أيضا أستاذ في العلاقات الدولية كيف سيؤثر هذا المشروع على العلاقات العربية العربية والدولية في المنطقة طيب شكرا جزيلا أولا تحية لك وتحية لكل مشاهدينك هي الفكرة قبل ما نتكلم عن مفهوم الشرق الأوسط الجديد لازم نعرف الشرق الأوسط ابتداءا لأن من وجهة نظر هذه زاوية مهمة تحتاج إلى فقط تفكيك بسيط حتى يعرف المشاهد أو المتابع خلفية الموضوع الشرق الأوسط مصطلح كان مصطلح بريطاني بالأساس لأن هما قسموا بريطانيا كانت تحتل لمعظم دول المنطقة منطقة المشرق وقسمت هذا المشرق إلى سلاثة مستويات الشرق الأدنى وكانت تقصد به دول المغرب العرب ثم الشرق الأوسط وكانت تقصد به مصر وبلاد الشام ومعها العراق ثم الشرق الأقصى وكانت تقصد به دول جنوب شرق أسي هذا هو التصنيف ولذلك عندما نطلق نحن مصطلح الشرق الأوسط لا يليق بنا أن نستخدم هذا المصطلح لأن هذا المصطلح ليس مصطلحنا ولا يعبر عن حالاتنا نحن شرق أوسط بالنسبة لمن الولايات المتحدة تم ترصيخ هذا المفهوم من جانب الولايات المتحدة رغم أنه ليس شرقا أوسطيا بالنسبة للولايات المتحدة بل أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية التانية بدأت تتوسع في استخدام هذا المفهوم وأطلقت ما يسمى بالشرق الأوسط البسيط أو ضيق وثم بعد حداث 11 سبتمبر 2001 أطلقت مصطلح الشرق الأوسط الكبير الشرق الأوسط الضيق بمفهوم يضيق 22 دولة عربية زي الثلاثة 22 زي الثلاثة اللي هم عشان تدمج فيه إسرائيل فيبقى 22 دولة عربية وعندك 3 إسرائيل وإيران وتركيا ده الشرق الأوسط بمفهوم يضيق من المنظور الأمريكي بعد حداث 11 سبتمبر بقى 22 زي الثلاثة زي الثلاثة ضمت للشرق الأوسط بعد ثلاثة القدامة إسرائيل وإيران وتركيا باكستان وأفغانستان وإثيوبي وكان الهدف أن هذه المنظومة من الدول تتوافق فيما بينها أو تشترك فيما بينها في كثير من الملفات وكثير من القضايا وكان الهدف بناء مظلة أمنية جامعة لهذه المنطقة الشرق الأوسط كمصطلح أيضا حاول شيمون بريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أن يروج لهذا المفهوم في بلاد التسعينات وأصدر كتابا بهذا العنوان وكانت مفهوم الشرق الأوسط يقوم على أن هذه رؤية إسرائيلية الهدف الرئيسي هو محاولة القضاء على مفهوم الأمة العربية أو العالم العربي وإدخال إسرائيل في هذه المظلة ويصبح مفهوم الشرق الأوسط هو الأساس السائد والمهيب حديث نتنياهو عن الشرق الأوسط الجديد وإعادة رسم الخرائط وإعادة تشكيل الخرائط بعد طفان الأقصى محتاج أن أنا أقف عندها شوية لأن تعاملت مع طفان الأقصى واستجابة إسرائيل أو الكيان الصهيوني لهذه الأزمة على ثلاث مستويات مستوى الأول أن الطفان في ذاته أزمة الطفان في ذاته أزمة بتواجه الكيان فمحتاج أنه هو يدير الأزمة يبقى المستوى الأول إدارة الأزمة اتنين الإدارة بالأزمة إنه استخدم هذه الأزمة لتوظيفها لإدارة ملفات أخرى في المنطقة المستوى الثالث إدارة الصراع في إطار الأزمة إن أنا عندي ملفات صراعية ممتدة منذ قيام الكيان سنة 1948 فأنا محتاج بقى طالما هناك وفر لي الطفان الأقصى هذه الفرصة وهناك حالة من حالات الاستنفار الأمريكي والاستنفار الغربي ضد حركات المقاومة ومحاولة تبرير أو تقديم حماس على أنها البادئة بالعدوان والبادئة بالهجوم وبالتالي تحميلها كل كوارث السبعين عام الماضية فيمكن في هذه الحالة أن نستفيد من أزمة الطفان لتفكيق والقضاء على الملفات الكبرى للصراع بما فيها في مقدمتها ملف التهجير في مقدمتها ملف القطاع والسيطرة الأمنية عليه في مقدمتها ملف الأقصى في مقدمتها ملف توسيع الحجود ولذلك أثناء الطفان أثناء العام الأول من عمر الطفان بدأت الخرائط تظهر من جديد بدأ سموت ريتش وزير الخزانة في الكيانة السوريون يتحدث عن مشروعه فيما يتعلق بالضفة وعمليات التوسع يعني في الوقت الذي كانت إسرائيل تقوم فيه يوميا بعملات اغتيال واستهداف وغارات جوية لا تتوقف كان هناك توسيع في المستوطنات في الضفة الغربي وجان هناك تسليح للمستوطنين استعدانا لليوم الجديد فيما بعد الطفان الذي يتم فيه توسيع الحدود على هامش هذا الملف جاءت تصريحات المرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في أحد المؤتمرات الصحفي عندما وقف في إطار المزايدات التي تتم بين الديمقراطيين والجمهوريين حاول أن يرفع السقف في مواجهة كمالة هارس ويقول أننا عندما نظرت إلى الخريطة وجدت إسرائيل صغيرة جدا جدا على الخريطة مقارنة بمن حوله وهذا يجب أن يتغير وبالتالي فكرة الحديث عن ما بعد الطفان واليوم التالي والشرق الأوسط الجديد هو محاولة إعادة رسم خرائط الكيان وستتم على مراحل المرحلة الأولى هو التمدد الجزئي المحدود المستهدف به بدلا من أن يكون الخط الأزرق اللي هو طوله 120 كيلومتر هو الحد الفاصل ما بين إسرائيل وبين لبنان والكيان لا يتم تمديد زحزعة هذا الخط لنكون عند حدود نهر الليطاني اتنين بدأت الآن عمليات تمدد داخل الأراضي السورية فيما وراء الجلال ودخلت تدخلت القوات الإسرائيلية في أكثر من مناسب في الوقت الذي لم تتوقف فيه العمليات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية ثم لديك أيضا موضوع الضفة ومحاولة ضم الضفة وكان أحد الأساطير الكبرى التي عاش عليها العالم العربي من أوهام فكرة حل الدولتين عاشت عليها نظم العربي طب الآن هو لا يعترف بفكرة حل الدولتين وألغاها تماما وأصبح يتحدث عن دولة واحدة لأنه في الحديث عن حل الدولتين أصبح مبررهم أنه لو تم القبول بهذا الحل فإننا نهدي دولة للإرهابيين بين قوسين فأصبح لديك التوسع شرقا لضم الضفة التوسع شمالا للوصول إلى الليطاني التوسع شمال شرق مثما وراء الجلال التوسع جنوبا لضم شبه جزيرة سيناء أو جعلها منطقة منزوعة وبالتالي هذه مرحلة أول كان لافتا ليه شخصيا أن يطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتحدث على أن إسرائيل تستهدف الأراضي التركية بعد أن تنتهي من أعدائها من حراجات المقاوم فهذا هو المصاري الثاني أو المستوى الثاني أن أنا أستهدف الدولة التركية وعندما تظهر بعض الخرائط على ملابس بعض الجنود الإسرائيليين وفيها امتداد يضم أجزاء من العراق وأجزاء من الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية وأجزاء وصولا إلى الدولة التركية فأنت لتحدث هنا لا تتحدث فقط والأردن ومصر والأردن ومصر لا تتحدث هنا عن نهر الليطاني أنت تتحدث عن وصول إلى تركيا وبالتالي لا مجال للحديث عن لبنان لا مجال للحديث عن سوريا مستقرة بحدودها المتعرف عليها منذ الاستقلال أو العراق بحدود المستقلة منذ الاستقلال فهذا البند الأول من عملية أو ما يسعون إلى ترويجه وتصويته في مفهوم الشرق الأوسط الجديد الشرق الأوسط الجديد هو مصطلح استخدمه بين يميني تانيه نحن نستخدم مصطلحاتنا وهي التي تعبر عنه وهي العالم العربي والأمة الإسلامية هذه المنطقة التي نحن فيها تضم عرباً وفرساً وتركاً وكرداً وبربر وزين كل الأقليات والألقيات والأديان والطوائف والملل مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وغير السؤال هو إذا كان هو لديه مشروع لشرق أوسط جديد وهو يتكلم عن الشرق الأوسط من مفهوم الذي عرفته يعبر عن بريطانيا القديمة أو عن الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هو أحد أدواتها الاستعمارية في المنطقة فما هو مشروع الأمة العرب أو العرب الذين الآن يفعل بهم ولا يفعلون لا هو ده سؤال صعب ليه صعب على النفس مش صعب في الإجابة عليه لأنه للأسف ما فيش مشروع يعني لما نيجي نتكلم عن النهاردة أنت عندك 22 دول هل هناك ضمانات أن تبقى هذه الدول بعددها الحالة 22 المنطقة الطبيعية أن الـ 22 يمكن أن يتحولوا إلى 10 أو 15 بحدوث حالات اندماجية مثلا أو حالات توافق في بعض الأقاليم المتعرفة عليها لأن المنطقة العربية تنقسم إلى أربع أقاليم عندك المشرق العربي والمغرب العربي والخليج العربي وحوض النيل هذه الأقاليم الأربعة الفرعية في المنطقة العربية إذا كنا نتحدث عن مشروع إيران يقولون أن لديها مشروع ثم تركيا يقولون أن لديها مشروع وإسرائيل لديها مشروع ممتاز ماذا عن العرب مشروعهم لا يوجد مشروع لأنه في الأخير الآن منذ 2003 ومخططات التقسيم داخل الدول تتم في المنطقة العربية عندما يتم إحياء النزاعات القومية والدينية والمذهبية في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق والحديث عن تقسيم العراق إلى سلاس دويلات ثم بعد 2011 يتم الحديث عن تقسيم سوريا إلى سلاس أو أربعة دويلات وطقسيم ليبيا إلى سلاسة دويلات وتقسيم اليمن إلى دولتين مؤقتا ويمكن أن تكون سلاس وطقسيم السودان إلى دولتين ويمكن أن تكون ثلاث بهذا الشكل طب كيف يمكن أن نتحدث في إطار التفكيق عن تركيب لأن المشروع العربي محتاج تركيب محتاج أن أنا يكون عنده وحدات محتاج يكون عنده تحالفات محتاج يكون عنده شراكات استراتيجية أنا أتذكر يا محمد أن سنة 2012 وكنت وقتها في الكويت أن الملك ملك السعودية السابق عبد الله كان في ذلك التوقيت هو ملك السعودية وكان طرح فكرة الكنفيدرالية الخليجية والكنفيدرالية الخليجية كان المقصود بها أن نحن يتم تحويل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نموذج أشبه بالاتحاد الأوروب يبقى فيه عملة موحدة ويبقى فيه كذا ويبقى فيه كذا ويمكن أن يكون أقرب إلى كيان موحد وتكون هناك تبادل لفكرة الرئاسات يعني كأننا أمام نموذج دولة موحدة دولة موحدة مع الحفاظ على سيادات بعض الدول الأعضاء فقلنا طيب فعملت أتذكر وقتها أن أنا نشرت صفحة كاملة دراسة عملت دراسة ونشرتها صفحة كاملة في صحيفة الوطن الكويتية عن كيف يمكن تنفيذ هذا المشروع لأننا من أكثر الناس إيمانا بضرورة التوافقات وبناء التحالفات والشراكات لأن في الأخير دول الخليج رغم كل ما لديها من إمكانيات تبقى دول هش والعامل الوحيد الذي يمكن أن يخرجها من حالة الهشاشة هو وحدات بغض النظر نتفق في السياسات أو نختلف في السياسات ولكن هذا الكيان من الأمة العربية والإسلامية كيان في غاية الأهمية وبالتالي لم أكن أتحدث هنا عن دول مجلس التعاون الخليج السد لأنني كنت أتحدث عن شبه الجزيرة العربية بحيث أن هي تضم من ست دول مجلس التعاون الخليج السد ومعهم اليمن اللي هي أكبر خزان بشري ويمكن أن يكون أكبر أحد أهم روافع مثل هذا الكيان وبالتالي إذا كان هذه الرؤية تم تدمرها لأن مباشرة سياسات التفكيك وستخدام الأدوات وكيف يمكن أن نفكر في دولة في وحدة تفقد فيها بعض النظم بعض جانب من استقلالياتها لم يعود وبالتالي غاب المشروع فأصبح البديل الآن إذا كنا نتحدث عن عدم قدرة العرب على بناء تحالفات طيب الوضع صار أسوأ إن احنا بعض الدول العربية معرضة لخطر التفكيك والتقسيب فكيف ننتظر ممن يعاني من خطر التفكيك بل هي تعرضت يعني خلا نكون صح يعني العراق مثلا وحنا بنتكلم على كردستان العراق هي تعتبر إقليم منفصل تماما حتى العالم موجود يعني عندك وفي السودان في السودان نفس الوضع يعني الحرب التمرد اللي أمر بيه قوات الدعم السريع في أبريل 23 هو محاولة لأن تكون شبيهة لما يحدث في ليبيا الآن بالضبط حفطر ومن معه والصومال الصومال هناك إقليم أرض الصومال يطالب بالانفصال من سنة 92 اليمن في الأخير إذا لم يتم التوافق ما بين الكوثيين وقوى الصورة في اليمن والمؤتمر وغيرها من كائنات سياسية أسوأ الافتراضات أن إذا استمر الصراع واستمر الصدام ولم يحسم أي طرف من الطرفين من هذه الأطراف القدرة والسيطرة على كامل اليمن سيكون هناك تقصيد حرك جلوبي وجزء السيطرة عليه مقرب وأيضا جزء آخر للحوتييين خلينا أقول لحضرتك إذن أنت تتكلم عن أنه لا يوجد مشروع إلا مشروع اللي في صالح إسرائيل أيضا مشروع العرب الأقصد والإسلامي نعم يقسم البلاد بدل 22 دولة في حالي تكلم على حوالي 30 دولة دلوقتي نعم 30 منطقة نعم مشتتة متصارعة متشردمة من صاحب هذا المشروع يعني هل هذا المشروع كده الظروف اللي عملت فيه كده ولا هناك خطة له لا فيه خطة وأنا يعني برضو دهي فكت لنا شوية فكرة التفكير التأمور لأن فيه ناس كتير وطيارات كتير وشأسماء كتير بتصير في إطار إن فيه مؤامرة عن منطقة العربية ليس حاجة أسماء مؤامرة عن منطقة العربية فيه خطط للمنطقة العربية والفرق ما بين المؤامرة والخطط إن الخطط منشورة ومعلومة المؤامرة لما أقول إن فيه مؤامرة إن أنا مش عارف التفاصيل طب إذا كانت التفاصيل منشورة في خرائط ووسائق ووسائق ووسائل إعلام محل ثقة ومحل اهتمام ومحل المتابعة أنا لا أنسى الخريطة اللي نشرتها النيويورك تايمز ولسه متطلع عليها من حوالي شهرين أو ثلاثة شهو ونشرت في سبتمبر 2014 اللي هم حولوا فيها رسم تهيكلي لأربع خمس دول يتم تحويلها لخمستاشر دول وبالتالي فكرة المخططات والتأسيم أحد الأدوات الأساسية لأنه هو في الأخير بينظر إلى أن هناك قوة قبرى قوة إقليمية القوة الإقليمية ستظل تشكل تهديدا استراتيجيا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن أن هذه القوة الإقليمية ترتبط بشراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة ولما أقول قوة إقليمية الدول التي كانت توصف بأن لديها جيوش وطنية بغض النظر كمان عن موظفنا من الجيوش يعني كان يصن في العراق أنه له جيش وطني وسوريا لها جيش وطني ومصر لها جيش وطني والجزائر لها جيش وطني والسودان له جيش وطني طيب كيف نستهدف هذا الجيوش لا أنسى كلمة في أحد اللقاءات اللي جمعتنا معه اللي هو عدل سليمان عليه رحمة الله لما قال إن المخططات التي تستهدف دول هذه المنطقة تقوم على مستويات أحد المستويات الأساسية تفكيك الجيوش الوطنية كلام ده كان من حوالي عشر سنوات في دقاء معه في 2014 فلما نيجي نتكلم النهاردة يقولك تم استهداف الجيش الجزائري بعشرية سوداء وتم استهداف الجيش العراقي بحربين ثم حلو في 2003 ثم تم استهداف الجيش السوري والجيش المصري بعمليات التشويه الممنهج فيه بعد 2011 وأقحمه في السياسة وأقحمه في الاقتصاد والإنقلابات العسكرية والإفساد الممنهج والإفساد الممنهج وتغيير العقيدة الوطنية للمؤسسات العسكرية فأصبح بالنسبة لك لم تعود أنك جيوش تهد طب بعد استهداف الجيوش الوطنية بين قوسين لأن كلمة وطنية دي برضو أصبح مشكوك فيها طب يتم استهداف الدول لماذا؟ لأنه حتى لو تغيرت المعادلات بالنسبة للجيش السوري فيه الشعب السوري بإمكانياته وقدراته فيه الشعب العراقي بإمكانياته وقدراته فيه الشعب السوداني أكثر من 40 مليون بإمكانياته وقدراته فيه الشعب المصري أكثر من 200 مليون فيه الشعب الجزائري أكثر من 44 مليون أو 50 مليون بهذه الأرقام فلماذا لا يتم استهداف هذه الشعوب أيضا؟ اللي هي كتل بشرية حقيقية تستطيع بما لديها من عقائل ومعتقدات وأفكار وتوجهات أن تغير من معادلات العلاقات في المنطقة العربية وفي العالم الإسلام ولذلك فكرة استهداف الدول بأحد المخططات الاستراتيجية منذ نهاية الحرب العالمية التانية لأن إحنا لما تم الكشف في 2017 عن اتفاقيات سايكيس بيكو 2016 طيب ما هو بعد 2016 عمليات الانتدابة التي ورضعت على الدول العربية كانت بتستهدف مثل هذا التفكيك وهذا التقصيد الآن بعد غرس إسرائيل في المنطقة وإعلان قيام دولتها سنة 48 ثم محاولتها للتوسع على حساب دول الجوار الخطر الذي يهدد إسرائيل هو وجود كيانات كبرى فيصبح المشروع قائم على تقزيم هذه الكيانات الكبرى وتحولها إلى دوائلات تتوازى في الإمكانية والقدرة والمساحة مع الكيان الصهير بحيث تصبح لإسرائيل الهيمنة متى أرادت أن تتوسع تتوسع وتتمدل دكتور في مشروعات موجودة ظهرت مع ربيل العربي مشروع ربيل العربي هو الذي أطلق عليه المشروع الحضاري ووصم بأنه المشروع الإخواني أو الإسلامي الوسطي لأن نتائج الانتخابات آتت بهؤلاء إلى الحكم وتصدرته الطيرات الإسلامية السياسية والحركية أيضا هناك مشروع المشروع التركي الذي كان في وقت من الأوقات حاضرا في المنطقة العربية والمشروع الإيراني الذي يراه البعض خطرا على المشروع السني والعلاقات السياسية خطر على المصالح العربية خطر على المصالح الأمريكية الآن هذه المشروعات أين هي؟ هل اندثر هذا المشروع؟ خلينا نتكلم معك بصراحة مشروع ربيل العربي انتهى خلاص مشروع تركيا التي تراجعت كثيرا في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة والمشروع الإيراني الذي الآن يعني على يخد حربا وما يستمى أضرع إيران الآن دخلت هذه المعركة وتدفع ثمن غاليا في هذه المسألة لا هو خلينا نفاكج السؤال حضرتك تحدثت عن ثلاث مشروعات واعتبرت أن الربيع العربي مشروع وأن الربيع العربي مع صعود طيرات سياسية ذات المرجعية الإسلامية أصبح هذا الربيع العربي يعبر عن الإسلاميين لأنهم من تصدروا المشروع لهو ليس بهذه الدرجة لأن إذا كانت الثورات الشعبية قد أنتجت نظم ذات مرجعية إسلامية فده منطقة لأن الحركات السياسية ذات المرجعات الإسلامية لها الشارع وهي الأكثر تنظيما منطقتهم يعني منطقتهم والأكثر حضورا وبتعبر عن هوية هذه الشعوب ولديها من الخبرات التنظيمية والموارد البشرية والقدرات على العمل المؤسسي وأعلى من كل الطيارات لأن في الأخير مهما كانت طبيعة الشعوب العربية في المرحلة الأخيرة ما زالت فكرة الطيارات الليبرالية والطيارات العلمانية وحتى اليسار قدراتها السياسية والتنظيمية محدودة فظل بحكم طبيعة النظم السياسية اللي قضت على كل هذه الكينات وحاولت تشويه الصراط ولكن هذا المشروع تعثر ويجب أن نعترف أنه تعثر وبيواجه تحديات كبيرة جدا جدا لأن إذا كنا نتحدث عن بعد أن أهم فصيل سياسي في مسيرة الربيع العربي هو الإخوان المسلمين طيب وأهم دولة كان يراهن على دور الإخوان المسلمين فيها كانت مصر فإن أكبر تهديد الآن أو أكبر استهداف تم هو استهداف لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ثم يأت استهداف جماعة الإخوان المسلمين أو فرعا بس دا براء بدري قوى عن طوفان الأخصر لع من 10 و 11 سنة الفكرة أننا بنتكلم عن مشروعات متصرع أو مشروعات متنفسة أو مشروعات يمكن أن تحدث بينها اتلافات فإذا كنا بنتكلم على طيار زي مرجعية إسلامية ظهر مع حركات شعبية في 2011 وكان يمكن أن يعبر عن مشروع حضاري للأمة العربية أو للأمة الإسلامية بما لديه من أفكار توصف بالوسطية فإنه تم استهدافه استهداف ممنهجا منذ انقلاب 2013 في مصر وانقلاب مصر لم يكن انقلاب عن الإخوان في مصر ده كان انقلاب على كل حركات التحرر وحركات الحرية في الدول العربي بدليل ما حدث بعده مباشرة في ليبيا ما حدث بعده بسنوات في تونس ما حدث في السودان بعد أربع سنوات أو خمس سنوات ما حدث في كل دول المنطقة وبالتالي فكرة استهداف أكبر فصيل في أكبر أكبر فصيل زي مركعية إسلامية في أكبر دولة عربية أعتقد أنه نال وبقوة من هذا المشروع الحضاري الوسطي الذي كان يعبر عنه بالربع العرب هذا مستوى تركيا عندها تحديات كبيرة والمشروع التركي كان يتحدث عن فكرة الوطن الأزرق وتم إنشاء منظمة ما يسمى بمنظمة الشعوب التركية التي تضم مجموعة جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية ناطقة بالتركية ذات الأصول أو ناطقة بالتركية ولكن هذا المشروع مشكلته الكبيرة أنه يرتبط بنسبة لا تقل عن 70 أو 80% منه وشخص أردوغان طب ماذا لو اختفى أردوغان لأي سبب من الأسباب لأن في الأخير هذا بشر وبالتالي العمر ليس بيدي أحد لماذا لو اختفى أردوغان الآن هل سيستمر من يرثوه أو من يخلوفه في حكم هذه الدولة بنفس التوجهات الحريصة على إعادة بناء مجد الدولة التركية ومجد وتجميع الشعوب التركية والحفاظ على الوطن الأزرق وغيرها من شعارات كبيرة تم العمل على الاستثمار فيها والبناء فيها الأسوأ من ذلك أن الدور التركي نفسه تراجع في وجود أردوغان أنت مثلا من 2021 وبعد عمليات التطبيع التي تمت في قمة العلا بعد أزمة حصار قطر بدأ هناك نوع من أنواع التراجع عن عدد كبير من السياسات التي كانت تتبنىها النظام التركي فيما يتعلق بها الثورات الشعبية ودعم الحركات التحررية في العالم العربي وغيرها من ملفات بل وتم التطبيع وتم الاتجاه إلى التطبيع مع الدول التي كانت تقود أو النظم التي كانت تقود الثورات المضادة في المنطقة العربي تطبيع مع إسرائيل واستقبال الفاتحين لرئيس الكيان الصغيون في تركيا تطبيع مع السعورية تطبيع مع الإمارات وهذه دول كانت تكون كاملة وتطبيع مع النظام المصري وكلها نظم كانت تكون كاملة للعداء لتركيا ومشرحهم ودورها حتى مشروح لا لدورها ونظامها ولها كدولة ولذلك بل أن هذه النظم بعضها كان متورط في محاولة الانقلاب في تركيا في 2016 صحيح وبالتالي لما أقول أنه من 2021 وبدأ نوع من إعادة التموضع في إعادة كبير من الملفات معنى هذا هيبقى في إعادة التموضع أكبر وأسوأ من وجهة نظر الشخصية فيما لو اختفق أردوغان لأي سبب لأن حتى لو افترضنا جدلا ليس لم حزب العدالة والتنمية لم ينتج الكارزمة السياسية التي يمكن أن ترث أردوغان وتنجح في الانتخابات في أي انتخابات قادمة بدليل أن الانتخابات الأخيرة مرت بصعوبة شديدة جدا جدا سواء البرلمانية أو رئاسية ولم ينجح أردوغان إلا في الجولة الثانية وبالتالي في تحديد الانتخابات المحلية بتعطي مؤشر سلبي بأن التقدم هو الحزب الشعب الجمهوري الذي يمكن أن يخلف حزب العدالة والتنمية وتحالفه في الانتخابات المقبلة وده مؤشرات مؤشر سلبي لأن في الأخير الانتخابات المحلية بتبقى مرتبطة بمصالح الناس أكثر من الانتخابات البرلمانية لأن الانتخابات المحلية البلديات بتقدم لنا والحكومة بتقدم لنا فلما تجي الانتخابات البلدية بهذا الشكل ده له تؤثراته فده بالنسبة للمشروع التركي والمشروع العربي اللي كان ممثلا أول ما أن تشهد فيما يتعلق بربيع العرب المشروع الإيراني فوضع فوضع أخطر لأن نحن كنا نتحدث عن جماعات أو فرق أو كيانات مسلحة مدعومة من إيران أو تمثل أزرع لإيران في العراق وكذلك في سوريا وكذلك في لبنان وكذلك في اليمن طيب الآن الكيان الصهيوني وكرأس حرب متقدم تقف خلف الولايات المتحدة تقف خلف ألمانيا بريطانيا فرنسا يشن حرب شرسة على كل هذه الأزرع بدليل أنك يمكن أن تجد في نفس اليوم وصل الأمر بي قادة الكيان الصهيوني أن يقولون أننا نحارب في نفس التوقيت في سبع دول لا أعرف من أين جاءوا بالدول السبع ولكن قال لك نحن نحارب في سبع دول طب مفهوم أن أنت بتحارب ضد كيانات في العراق وبتحارب ضد كيانات في سوريا وبتحارب ضد كيانات في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن خمسة أين السبع دول التي يتحدث عنهم أكيد يستهدف مؤكرا أنه أيضا أدخل إيران في المعادلة وأدخل تركيا في المعادلة لأن إيران باعتبارها داعما استراتيجيا لمثل هذه المكونات وتركيا باعتبارها في العام الأخير أصبحت تغيرت لغة الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي وأصبح وبدأ النظام الصهيوني يجاهر على أننا نحارب في سبع دول وبالتالي فكرة المشروعات هناك بالفعل تهديدات حقيقية بل وجودية تواجه المشروع الإيراني اتنين تواجه المشروع الحضاري المنشود أو المأمول الذي كان يرتبط بالربيع العربي تواجه المشروع التركي لأن في الأخير ستبقى تركيا ستبقى تركيا ستبقى تركيا أحد الأهداف التي تسعى الغرب إلى تدمرها مهما كانت سياساتهم نحو التقارب مع الغرب سيبقى الغرب حريصا كل الحرص وأهم دول المنظومة الغربية في الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا وليونان وفرنسا سيظلوا حريصين مهما طال الوقت على تفكيك الدولة التركية والنيل منها وكل محاولات حزب الشعب أو غير من أحزاب بالتوجه غربا ومحاولة الارتباط بالاتحاد الأوروبي ستكون غير مجدي وبالتالي فكرة المشروع التركي نفسه يواجه تحديات وجودية وتحديات في غاية الأهمية والخطور فلذلك لما أجأ أقول من فين المشروعات هل معنى كده أن الصورة سوداء وقاتمة وفيش المشروع الصهيوني لا لأن حتى الآن أنا ما أعتبر ما حدث في طفان الأقصى منذ اليوم الأول لم أكن أراهن على أن طفان الأقصى سيكون هو الجولة الحسم ولكنه جولة في إطار صراح دكتور أسام خلينا أفتح مع حضرتك عنده جزئية إيران تحديدا وده ينقلني إلى محور مهم وهو محور توسع الحرب ومشروع إيران ما عاركتش عليه قوي لكن هو مشروع مخيف وده بحكم العلاقات السنية الشيعية في أوقات طويلة هو موضوع مخيف للخليج العربي وفي القلب منهم المملكة العربية السعودية وللباقي العالم الإسلامي وحتى مين فيهم مصر وتركيا ولكن إيران تمتلك ما يسمى بالأذرع القوية موجودة في لبنان وموجودة أيضا في فلسطين وموجودة في اليمن وموجودة في العراق وموجودة في سوريا خمس دول يعني تستطيع أن تقول تحالف قوي ولا تحتاج إلى أن تدير حربا على أرضها تدير الحروب على أراضي أخرى نقف عند إيران وتوسع الحرب وحزب الله الآن يخض معركة كبيرة دفع فيها أثمانا على رأسهم الأمين العام لحزب الله حسن صلى الله وقيارات الصف الأول تقريبا في أغلبها يعني شيء بدأ زي طيب هو أنا دي ممكن يكون لي وجهة نظر مختلفة شوية لأن الحديث عن مشروع إيران وشيطانته هيدخلنا في منطقة ملغام بمعنى هو إيه اللي شيطان المشروع الإيراني هل هو في ذاته شيطانا يعني الصورة الإيرانية لما آمد كانت صورة شيطين ولها توجه شيطاني تجاه المنطقة أنا ما أعتقدش ده لأن الصورة لما آمد قامت قامت ضد استبداد صورة شعبية عادية جدا ضد استبداد وضد منظومة فساد وضد هيمانة أمريكية على مقدرات دولة بحجم إيران وضد هيمانة غربية بتتحكب بتتعامل مع إيران على أنها يعني زراعة من أزرحها في المنطقة وكان ينظر للشاه على أنه هو أحد أزرح الولايات المتحدة وأحد أدواته في المنطقة لدرجة أن نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق في بلايتي السبعينات كان بيتكلم على سياسة استراتيجية أمريكية بيسموها استراتيجية الركزتين الركزتين اللي هم إيه أنه هو يسيطر على الخليج من خلال قدم على إيران في الشرق وقدم على السعودية في الغرب ومن خلال سيطرته على هاتين الدولتين يسيطر على المنطقة طيب عندما قامت الثورة الدول العربية تم تحريك صدام للقضاء على الثورة فالبداية الاعتداء على الثورة كانت من جنب الدول العربية للأسف الشديد لأن أنا هتعامل مع إيران لا يمكن بالمطلق أن تستبعد إيران من تاريخ المنطقة ولا من كغرافيتها بس تستبعد إسرائيل لأنه كيانا استيطان احتلالي إيران في مراحل أنت تجاورها منذ آلاف السنوات وهناك جوالات صراع وجوالات تعاون الحديث عن فزاعة وكانت المعبر عن السنة في وقتنا المرحلة مرحلة من المراحل وبالتالي فكرة أن أنا أقول أن التاريخ كاملا صراعي غير دقيق بل الأسوأ من ذلك أن بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990 في 2 أغسطس معظم الدول الخليجية فتحت خطوط وقامت على قد بلومسية وقعت اتفاقيات أمنية مع إيران طيب كيف كان أصبحت تحولت إيران بين عشية وضحاها من عدو استراتيجي كل دول الخليج تدعم العراق في حربه ضد إيران سنة من 80 ل88 الحليف استراتيجي توقع مع اتفاقيات تعاون على قد بلومسية والتفاقيات أمنية وتبادل معلومات سنة 90 لمجرد أن العراق قام بغزو الكويت سنة 90 شعروا بالخطر وبالتالي فكرة أنا بتعامل مع هذا على أنه إدارة بالفزاعة إدارة العلاقات العربية مع إيران إدارة بالفزاعة وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لخلق فزاعة دائمة وخطر دائم من إيران وتصويره على أنها الشيطان الأكبر الذي يهدي المنطقة ولا بد من القضاء عليه هذا جانب الجانب المذهبي هو أداة يتم التوظيفة يعني لا إيران بتستخدم المذهب الشيعي باعتباره معتقد ولا بد من نشره وتشيع كل دول العالم حتى يدينوا لها بالولاء والتبعية ولا سعودية أو غيرها بتستخدم السنة كمذهب تسعى لنشره وتصويقه وترويجه ليكون تهيمن من خلاله المذاهب للأسف الشديد في منطقتنا يتم استخدامها كأدوار أدوار وظيفية طيب المشروع الإيراني للأسف الشديد أيضا إيران منذ 2011 كانت تعاملها مع الثورات العربية تعامل شديد السلبي لأن أنا لما أقول أن إيران دولة تمثل نموذج ثورة شعبية وهذا النموذج لديه من القيم والمبادئ الكثير فيما يتعلق بدعم الثورات وفيما يتعلق بالمستضعفين والمتهضين ممتاز عندما تحدث ثورة شعبية كما حدث في سوريا وأجد رد الفعل الإيراني بهذا الشكل بدأ نقطة من أول السطر عندما تحدث ثورة شعبية في اليمن وأجد الموقف الإيراني بهذا الشكل نقطة من أول السطر ولكن لما أقول أن إيران ودعمها الحزب الله هل ده مشروع؟ لهو أدوار ومصالح استراتيجية لا خليني بصوف عند الربيع العربي شوية وموقف إيران ماله في الأول دعمت إيران الربيع العربي عندما خرج من تونس وخرج في مصر لكن عندما تحول إلى سوريا رأوا أن الدول العربية وعن رأس المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى برأت تجند مجنديين من أجل إسقاط نظام بشار الأسد الذي هو حليف لإيران وإيران كانت تستخدم سوريا ولت تستخدمها لتكون خطوط إمداد لحزب الله أحد أضروعها القوية في المنطقة وبالتالي وكان بيحافظ على طريقه طريق الإمدادات بس دخل الاستراتيجية محمد آه من عزس أسمع بقى آه ده خطأ استراتيجي وأنا قلت كلام ده في إيران ويمكن تسبع أن أنا ظهرت معك في أحد اللقاءات حول إيران ومشرح بقولت لك أن أنا سفرت إيران عدة مرات وفي أحد اللقاءات قلت مباشرة في أحد المراكز البحسية كنت رايح بدعوة من جمع الطهراء وفي أحد المراكز البحسية قلت لهم نصا أن ما تقومون به في سوريا خطأ استراتيجي لأن إيران كان ينظر إليها إيران كان ينظر إليها وحزب الله كان ينظر إليها على أنه أحد الرموز وصور حسن نصر الله كانت تعلق في بيوت معظم العرب باعتباره رمزا وطنيا للمقاومة والجدية والفعالية في مواجهة الكيان الصيونية في 2006 ولكن ما حدث الآن هو تدمير الصورة الزهنية لحزب الله بسبب مشاركة في الجرائم التي ترتكبت في سوريا وأيضا أنا باعتقلت نصا أن ما قمتم به في سوريا هو انتهاك المبادئ الصور الإيرانية نفسها لأنه مفترض أن ترفعوا شعارات الحرية والعدالة ودعم المستضعفين فلما تجي تقول للنهاردة لا مصالحنا الاستراتيجية مع النظام لا مصالحك الاستراتيجية مع النظام مصالح الاستراتيجية مع الشعب أي نظام بيفكر بعقلانية وبيفكر برؤية استراتيجية لا يجب الرهانات على النظم السياسي الرهانات تكون على الشعوب ولذلك عندما كنت أرى استثمارهم في حزب الله واستثمارهم في حركات المكاومة الفلسطينية قلت هذا رهان استراتيجي لأن هذه المكونات لا يمكن استقصالها أو القضاء عليه وستمثل حجر وازن وقتل صلبة في أي دولة من هذه الدولة حتى مع ما تزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لأنها أضعفت هذه الأذرع وهذه الميليشيات وهذه التنظيمات والجماعات في معسكر المقاومة لا أنا برضو ما هش أقول ميليشيات هنخلينا نضبط المصطلحات ما أقدرش أقول عليهم ميليشيات لأن طول ما هناك أي كيان أي كيان أي كيان مهما كانت توصيفاته من وجهة النظر الأمريكي طالما هذا الكيان يحارب إسرائيل هو بالنسبة لحركة التحرر وحركة المتحدة لا أنا صنفت قلت ميليشيات وقلت في تنظيمات وقلت في جماعات وقلت في كيانات هو أنت عندك الميليشيات يمكن أن تطلق على بعض الحركات التي تم تأسسها في سوريا والعراق هذا وارد وهذا منطقة ولكن من وجهة نظري هذا دور تفكيكي بمثال وضوح هذه وجود هذه الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانيا في العراق وسوريا أدور تفكيكي لسوريا والعراق وفي لبنان وفلسطين حركة التحرر لأنه كان فيها موجودة حركة عقائدية ليه تنظيمات عقائدية هتستمر حركة التحرر الوطن حركة التحرر الوطن طيب الحركات اللي موجودة في سوريا والعراق حركات نشأت بعد ثورات بعد الثورة بعد تدمير الجيش العراقي في الغزو الأمريكي سنة 2003 وكانت أحد أدوات الانتشار والتغلقل والهيمن طيب فيما في سوريا كانت برضو أحد أدوات الانتشار والتغلقل والهيمن بدليل عمليات التوزيع إعادة التوزيع الديمغرافي اللي بتقوم بها إيران بالتعاون مع الجيش مع النظام السوري في داخل سوريا وتغيير هوية بعض المعاد طيب لما نيجي نقول النهاردة هل الدربات التي تعرض عليها حزب الله مؤثرة نعم مؤثرة لأن الدربات ليست بسيطة عندما يتم اغتيال قادة الصف الأول وقادة الصف الثاني بعمليات قوية بهذا الحجم وعندما يتم يصل حجم الاختراق الأمني والعسكري إلى هذه الدرجة كما حدث في تفجيرات البيجر في 18 سبتمبر وتفجيرات اللاسلكي في 19 سبتمبر 24 فأنت أمامه اختراق غير طبيعي وبالتالي ثم عمليات التدنير الواسع للبنية التحتية والغزو البر اللي بيقوم به الكائن الصهيوني للجنوب اللبناني والضحية الجنوبية من بيروت أيضا عمليات تستهدف مكونات صلبة وستنال من قدرات الحزب هل الحزب ضعيف؟ لا الحزب مش ضعيف وما زلت أراهن على أن الحزب يمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات التي يستطيع بيع إيلام إسرائيل بالفعل كما قال نعيم قاسم في خطاب منذ أيام قليل وبالتالي فكرة القدر على الإيلام ما زالت قائمة لدى الحزب لأن الحزب ترسانته وكان لديه حرية حركة كبيرة جدا خلال السنوات العشر الأخيرة في أن يستثمر في البنية التحتية ويستثمر في القدرات التسليحية سواء من خطوط الإمداد المباشر من جانب من عبر الحدود مع سوريا أو خلال انشغال العالم العربي بقضاياه الداخلية وتحدياته الداخلية أو من خلال انشغال إسرائيل بالمواجهات مع حركة المقاومة في مواجهات عسكرية في 2012 و2014 و2019 وغيرها من مواجهات ولكن إلى أي مدى السؤال بقى الأهم من وجهة نظر إلى أي مدى يمتلك الحزب القدر الآن على الإيلام الفعلي المنطق الطبيعي بيقول أنك بعد كل الخسائر اللي تعرضت لها خلال آخر شهرين أو آخر شهر وتحديدا من 23 سبتمبر 2024 وحتى الآن يجب أن يكون هناك نوع من الرضع الحقيقي لاستعادة التوازن طيب ما لازم يمنى حزب الله أن يستخدم كامل قوته الآن في مواجهة الكيان الصهيون طب ما هو بيعمل كده دكتور لا بالوقت ما أعتقدش ما أعتقدش أن كامل القدرة لأن لو كامل القدرة لم يستطع القوات الإسرائيلية التقدم في جنوب لبنان بالشكل الذي يوضع بالإضافة لما تبقى مسيارات عفوا مسيارات حزب الله في سماء تل أبيب وفي سماء كل أراضي الفلسطينية صفرات الإنذار تضرب في كل الأراضي المحتلة وتصل طائرة مسيرة إلى منزل تانياه قادمة من لبنان من حزب الله بتقول لي ما فيش اشتباك كل يوم بنسمع عن جنود عائدون من جنوب لبنان قتلة وجرحة شوف يا محمد المعادلات من وجهة نظر ما بتتحسبش كده المعادلة بتتحسب إزاي أن جنت تعرضت لما تعرض له حزب الله ما تعرض له حزب الله خلال الشهر الأخير هل كان رد حزب الله موازي لما تعرض له من اعتداء ده أنا من وجهة نظر دي المعادلة وبالتالي فكرة إيلام إسرائيل إن أنا يموت من عندي ألفين فقاتل من عندهم عشرين مش دي معادلة تتراضح مش دي معادلة تتراضح إن يتم تواغل بر داخل الأراضي اللبنانية وتدمير كامل البنية التحتية في مقابل اللي أنا بقول لا بصدهم بيدي معادلة تتراضح الناس كانت شايفة إن حزب الله انتهى لا الضربات كانت صعبة لا هذا خلال ما هو خلال في الرؤية لأن لو حزب الله انتهى في أقل من شهر بهذا بالشكل دي إن حزب الله انتهى أكثر من خمسين قيادة صف أول وثاني على رأسهم حسن نصر فقدوا عمليات البيجر دي كانت ضربة قاسمة طب ممتاز ممتاز معناها إيه معناها إيه أنك حتى الآن لم تحقق الإلام الكامل الذي يعيد الأمور إلى نصابية في معادلة الردع الاستراتيجي طالما إن الضربة كانت بهذا الحجم وسقوط خمسين أو كما ذكرت أكثر من خمسين قيادة نافذة بما فيهم الأمين العام للحزب ومن خلفه ويقصادة الصف الأول وقادة الصف الثاني ورؤساء الوحادات الأساسية الأمنية والعسكرية داخل الحزب وتفجيرات البيجر التي استهدفت خمس تلاف شخص وتفجيرات اللاسكل التي أودت بحياة أكثر من تلتمية خمسة واربعين فيهم طب ممتاز ممتاز كل هذا ممتاز هل حزب الله بأسلحة وترساناته العسكرية غير قادر على مواجهة توجيه رضع حقيق لإسرائيل أو تنفيذ عملية تعيد الأمور إلى نصابها إذا كان غير قادر يبقى لا قيمة له ولن يستمر ولا قيمة لأي سلاح يمتلك هنا السؤال حزب الله بعد حسن نصر الله هل يختلف عن حزب الله وقت حسن نصر الله أكيد لأن أنت في الأخير أمام قيادة كارزمية كان لها تأثيرها وقيادة تولت رئاسة أمنة للحزب من 1992 يعني بتتكلم دلوقتي على 32 سنة في أمنة الحزب يعني حسن الحزب تأسس 1982 وحزن نصر الله أصبح الأمين العام سنة 92 فأنت بتتكلم دلوقتي على 32 سنة تقريبا في أمنة الحزب لديه كل المفاتيح وكل الأسرار والسيطرة على كل الأوراق وكل الملفات والتصدر في كل المشاهد وخاض مواجهات عسكرية في 2000 وفي 2006 وفي غيرها وخاض أيضا مواجهات خارج السرب في سوريا وبالتالي القيادة التي خاضت مثل هذه التجارب لديها الكثير من أوراق القوة والتأسير ومفهوم الزعامة مفهوم السيطرة مفهوم القدرة على الاحتواء مفهوم التحكم في مفاصل الحزب وبالتالي الحزب سيحتاج إلى وقت لإعادة بناء كيادة كارزمية بهذا الحد طيب ليس مطلوبا أن يكون بنفس شخصية حسن نصر الله بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف ولكن على الأقل أن يكون هناك قادة صف قادة وحدات لديهم القدرة والإمكانية والتخصص لتوجيه للأملامة الأمور بمعنى أن أحيانا لما يكون لا توجد قيادة كارزمية تمتلك مقومات الزعيم المؤسس والمهيمن والمسيطر والموجه والمرشد وغيرها يتم تكون هناك قيادات مؤسسية القيادات المؤسسية أكثر من شخص يتولون أدوار يؤدون فيها بنفس الكفاءة والفاعلية كأن الزعيم موجود هل يمتلك الحزب هذا بعد تصفية الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث ما قيمة السواريخ ومنظومات السواريخ التي يتم الإعلان عنها وصفقات من روسيا وصفقات من الصين وصفقات وتمويل من إيران إذا لم يتم استخدام هذه المنظومات في هذه المواجهة في هذا التوقيت ما الذي ينتظر الحزب حتى يحقق إيلاما حقيقيا للكيان الصهيوني قبل أن يتم إعادة احتلال لبنان وفرض شروط على الأرض أحد المعادلات التي يتم أو أحد بدائل التسوية التي يتم ترحيل الآن والتي تخرج بشكل شبه يومي على لسان نجيب مقاطي رئيس الوزراء المؤقت أو المسير في لبنان هو التنفيذ الكامل للقرار 1701 اللي صدر سنة 2006 طيب والقرار 1701 اللي صدر 2006 بتكلم على إيه نزع سلاح حزب الله طيب هل سيقبل حزب الله بنزع سلاحي بعد كل هذه السنوات منذ التأسيس في 82 وحتى الآن ورغم كل ما فقده من دماء 1700 أو 1400 1701 اللي صدر سنة 2006 بعد أحداث تشرين أحداث يوليو تموز ثم هو قال إنه هو ده مش في لقاءه مع الجزيرة قال إن ده لن يلقى إجماعا ولكن خلينا نرجع ما هي عفوا بس هكمل لك الجزئة لي لأن هي الفكرة المشكلة مش هنا المشكلة إن بعض الطيارات اللبنانية بعض الطيارات اللبنانية تتعامل مع ما يحدث الآن على أنه فرصة للقضاء على حزب الله ونفوزه هذا هو الذي كنت سأسألك عنه هل ستتحول لبنان إلى ساحة كما تسعى إسرائيل أعلم إسرائيلي شغال كده شغال نحن فقط حزب الله وتخلصه وأتتكم الفرصة وأتتكم كده هل الكثير على الأرض في لبنان يقول أن الساحة اللبنانية تتعالى على هذه الصيحات وتتحد أنا أشك في ذلك أنا شخصيا أشك في ذلك لأن المرض الأكبر الذي تعاني منه لبنان هو الطائفية السياسية والطائفية السياسية تم ترسخها في اتفاق الطائف أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني وأن يكون رئيس الوزراء مسلم سني ورئيس البرلمان مسلم شيعي والسماح للكتائب المسلحة أن تبقى وغيرها من طائرات سياسية أن تبقى وأن يكون هناك تعاون من بعض الفصائل مع إسرائيل وأن يكون هناك دور لفرنسا تفعل ما تشاء وقت ما تشاء ومكر يتدخل ويفرد كأنه الوصي والسعودية تتدخل لدعم بعض الأطراف في مرحلة وتصحب الدعم في مرحلة معروف وإيران تدعم في بعض الأطراف في مرحلة وتتوقف في مرحلة فستبقى لبنان الطائفية السياسية وبالتالي من وجهة نظري أن إسرائيل وللأسف الشديد يمكن أن تنجح في تعزيز وترصيخ وترويج وتسويق هذه الفزاعة باعتبار أن ما يحدث الآن فرصة للتخلص من حزب الله إيه الفرق ما بين ده ومن ما يحدث في غزة عولت إسرائيل كثيرا على الضغط على الشعب الفلسطيني والحضن الشعبية في غزة من أجل الضغط على من أجل الثورة على حماس وعلى كتائب القسام ومن أجل التهجير ومشروعات أخرى ولا يزال لحد اليوم الخطبات التي تخرج من قبل الجيش الإسرائيلي موزعين منشورات ورسائل سلموا أسلحتكم وسلموا الأسرة وخرجوا السنوار والحماسي السبب نحن لا نستهدف الشعب الفلسطيني وفي ناس طبعا تكره حماس وتكره المقاومة موجودة لكن ليه ده ما نجحش على مدى عام وأكثر في غزة بينما أنت تراه بعد أشهر قليل أوش يعني ممكن ينجح في لبنان لعدة اعتبارات الاعتبار الأول رغم أن القسامات موجودة في المجتمعين يعني بين قسامات سياسية في الفلسطين وانقسامات سياسية في لبنان ولكن فكرة الآن أن هناك أن حزب الله يشكل تحديا حقيقيا من وجهة نظر كثير من الطيرات اللبنانية وأنه ينظرون إليه على أنه كما يوصف بدقة أنه الثلس المعطل وأنه بمواقفه داخل البرلمان هو الذي حال دون اختيار دون التوافق على رئيس الوزراء ودون التوافق على رئيس الجمهورية لأنه كان يريد شخص معين وباقي الطيرات تريد شخص آخر وبالتالي فكرة تصويق هذا وخاصة بعد تفجيرات مرفأ لبنان ومحاولة تحميل حزب الله لهذه الجريمة التي ارتكبت ضدها في المرفأ منذ عدة سنوات كل ذلك يمهد معنويا ويمهد إعلاميا وسياسيا لمحاولة تقليم أظافر أو إن لم يكن تقليما إن لم يكن قضاءا كاملا على الحزب وتأثيره تقليم أظافره مرحلي هذا جانب ولكن في الأخير عندما نتحدث أنت في قطاع غزة تتحدث عن هيمنة كاملة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس على القطاع وتتحدث أنها كانت تشكل حكومة منذ 2006 وأنه منذ 2006 وهي التي تدير مصالح القطاع وتدير وتعرف كل كبيرة وصغيرة وتعرف كل أسرة وكل عائلة فأصبح هناك أن المقاومة أو حركة حماس ليست حركة منفصلة عن الشارع بل هي تعبير عن هذا الشارع بدليل مثلا عندما شاركت منذ عدة أشهر في عزاء أبناء وأحفاد إسماعيل هني الشعير إسماعيل هني دخلت والتهف أكتر من مناسبة والله إحنا متعورين لما نروح عزة في مصر مثلا بتجد بقى البكاء والعويل والنحيب واللبس السود والحاجات اللي زيكت أنا لما رحت العزة كنت متوقع هذه الصورة الزهنية اللي سبت عندي لقيت الناس لبس مبهج وجلالي ببيضاء ويبتهجون إسماعيل هنيا في غاية الفرح والسرور بل إن العزة تحول إلى والله يا محمد العزة تحول إلى كأنه مسابقة بين الحضور في من أكبر عدد من فقد أكبر عدد من أسراته وكان إسماعيل هنيا عليه رحمة الله ينادي قول يا فلان مات من أسراتك كامل يولي أربعين ودي يقول ستين ودي يقول مية وخمسين ودي يقول متين ويتباهب فبالتالي هذه عوائل والعوائل هي أساس القطاع البعض بيخذ كان ده دكتور يقول لك يعني ده استهانة بالدماء لا مش طبعا يعني أنا أنا هنا مش بنقل إسماعيل هنيا الله يرحمه هو الآخر استهد نعم صحيح فكرة الاستهانة بالدماء ده مش استهانة بالدماء أصلا النهاردة بتكلم عن قضية وعرضه وارضه ووطن وكرامة أنا لما أجي أقول لك النهاردة إن أنا دخلت بيتك وتردتك من بيتك واغتصبت زوجتك وأبنائك وبناتك وقتلت أطفالك منتظر مني إيه رضي فعل طب ماذا يمارس في غزة يوميا فما جيش النهاردة أقول لك والله ده استهانة بالدماء ما هو استهانة بالدماء حتى لا تستهين بالدماء خلينا نكون أكثر موضوعية في موضوع حزب الله ألم يقدم حزب الله والآخر تضحيات الآن بغض النظر عن موقف الشارع والشعب منه فيما حدث في سوريا قبل ذلك طبعا ولديه حاضنة شعبية كبيرة جدا ولديه عدد من الجنود والمجندين والنظام والمال وحتى القدرات التكنولوجية والعسكرية أقوى من حماس بكثير وهو الآن يستعيد يعني بعد الصدمة الكبرى والضربة الكبرى يستعيد تواجده في بعض العمليات وإن كنت أنت حضرتك شايفها مش رادعة لكن لديه القدرة على البقاء وهو جزء من جزء من دموغرافيا هنميز محمد مع طائفيتها هنميز ما بين القدرة على البقاء والقدرة على الرضح القدرة على البقاء من وجهة نظر محسومة هيكمل طب مليون في المية مليون في المية زي محمد مكملة مليون في المية لأن احنا بنتكلم عن حركات عقائدية وبنتكلم عن حركات تحرر وبنتكلم عن حواضن شعبية وبالتالي لا يمكن بالمطلق أننا أعتبر أن ما تعرض له من هزيمة عسكرية يمكن أن يؤدي إلى القضاء على الحزب أو الكيان أو الحاطنة أو الحضور أو التأثير أو غيرها ده مستحيل على الأقل في هذه المرحلة مهما كانت السياسات اللي بتقوم بها الولايات المتحدة أو بتقوم بها بريطانيا أو ألمانيا أو غيرها وحتى نفس الأمر يعني رغم ما تعرضت له حماس خلال عام واستشهاد أكتر من خمسين ألف من خيرة شعبها وأبنائها وقياديها بما فيهم اسماعيل هنية عليه رحمة الله والصنوار عليه رحمة الله والعروري عليه رحمة الله وعشرات الأسماء غيرهم ولكن في الأخير ستبقى حماس وتستمر وسيتسمر الكفاح والجهاد والمقاومة ضد الكيان لأن في الأخير ومنذ اليوم الأول ورغم ما حققته ثم حققه طفان الأقصى من عملية معنوية شديدة الأهمية لم تحدث في تاريخ الكيان ولكن كنت أقول دائما أن هذه ليست المعركة النهائية هذه ليست معركة الفصل هذه جولة في إطار صراع ممتد ولذلك ستبقى حماس ستبقى الجهاد ستبقى الجبهة الشعبية ستبقى حزب الله بحواضنهم الشعبية بإمكانياته الفرق هنا مش في المعيار البقاء والقدرة على البقاء ولكن ما يبقى قدراته على الرضع أو قوته هل يمتلك الآن حزب الله بعد استعادته للتوازن بعد اغتيال الأمين العام له وبعد اغتيال قياديه وبعد عمليات التفجيرات لأجهزة الاتصالات هل يمتلك القدرة بعد أن استعاد التوازن الآن أن يقوم بعمليات إيلام حقيقية ضد الكيان أنا أعتقد أن السيناريو قائل أنا أعتقد أن السيناريو قائل دكتور وحضرتك بتتكلم عن حسن نصر الله وحزب الله بعد حسن نصر الله وإنه هو البقاء كفكرة إيدولوجية مكمل هيكمل لكن قدراته هل أضعفت إسرائيل قدرات هذا الحزب وعارته عشر سنوات الوراء أو عشر سنة الوراء ودي كانت أحد الغايات اللي رفعها نتنياو قبل ما تأخذه النشوة ويتكلم عن شرق أوسط جديد وتوسع وقضاء تماما والأفكار اللي يبقوا لها دلوقتي اللي قد تكون انتشاء السؤال أيضا المطروح ماذا عن حماس بعد اغتيال العقل المدبر والقائد الأول لطفان الأقصى الشهيد يحياء السنوار السؤال المطروح هل حماس على الأرض اليوم تستطيع أن تكون رادعة أيضا تطلق صهريخها تواجه إذا استمرت هذه الحرب لأكثر من سنة مرة أخرى هل لديها القدرة على ذلك بعيدا عن إدولوجية ومكملة وأنها حركة منباثقة من طيار إسلامي عريق ومترسخ وله شعبية دي قصة تاني لا وبطبيعة الحال تعرضت لانتكسات كبيرة وتعرضت لصدمات فعلا كبيرة وتم التدمير على الأقل من نجة نظري ما لا يقل عن 30-40% من قدرتها العسكرية خلال السنة اللي فات أو العام الماضي بعد طفال الأقصى ولكن هل يمكن أن تستمر في إيلام إسرائيل نعم يمكن أن تستمر في إيلام إسرائيل بدلل أنها لم تتوقف حتى اليوم عن القيام بعمليات حتى بعد اغتيال الشهيد يحسن وار اغتيال الشهيد يحسن وار مع كامل احترامه التقدير لشخصه ولكن في الأخير تمه أحمد ياسين مؤسس الحركة تم اغتياله واستمرت الحركة بعد اغتيال أحمد ياسين في 2014 سنة وأعادت بناء صفوف من كوادر داخل وخارج الحركة وبالتالي فكرة أن تقف حركة تحرر الوطني على شخص هذه غير واردة يحيى الصنور له مكاناته الكبيرة وكان عقلا متبرا ومخططا استراتيجيا كبيرا وتعرض للاعتقال سنوات وخرج من الاعتقال وأثناء الاعتقال قدم شهادات وروايات ومؤلفات ثم بعد أن خرج بدأ يتحدث عن حركة تحرر كبرى وإعادة هيكلة للقدرات والإمكانات العسكرية وكان هو العقل المدبر للطفاء ولكن في الأخير هذه حركة تحرر الوطني كما في معظم الحركات التاريخية يتم استهداف القادة مثل هذه الحركات تكون ولادة لمزيد من القادة بدليل كما ذكرت أن المؤسس الأول للحركة نفسه تم اغتياله بعد عشر سنوات من تأسيس الحركة وظهر عشرات القادة من بعده الذين قادوا قادوا الحركة وقادوا مسيرتها وما زال هناك الكثير أيضا من القادة الذين يمتلكون القدر على إدارة مسيرة هذه الحركة داخل غزة وخارج غز الإشكالية فين في مثل هذه الحالات محمد بتبقى الإشكالية في السياق هل الظرف التاريخي وطبيعة المرحلة ودلالة التوقيت مواتية لأن الحركة تستطيع إعادة البناء يعني حزب الله حتى الآن يمتلك القدر على إعادة البناء رغم من استهداف إسرائيل لخطوط الإمداد التي تمر من سوريا أكتر من مرة ولكن يمتلك القدر على إعادة البناء لأن لديه حواض ولديه أيضا لم يتم تدمير كامل البنية التحتية بنفس الحجم الذي تعرضت له عركة المقاومة حماس هذا جانب الجانب الآخر إن حماس في قطاع محاصر منذ أكتر من 17 سنة لديه القدر على توفير الإمداد الكافي بحجم كافي وبالتالي إذا كنا حتى لنتحدث عن عدم القدر على توفير بس البعض بعتبر دي نقطة قوة لا مش قوة بتجعله هو اللي يعتمد على نفسه في تصنيع السنة لا ده غير صحيح لأن برضو ده من له حدود ما هو كل ده له حدود يعني أنت مهما كانت إمكانياتك وقدراتك أنت بتتكلم في 360 كيلو 360 كيلو فيهم 2 ونص أو 2 أو 2 ونص مليون نسمة تم تهجير أو نزوح داخلي لأكتر من 2 مليون من الـ 2 ونص مليون ولم تتوقف المجازر يوميا يعني يوميا أنت لديك لا يقل عن من 50 إلى 100 شهيد كل يوم على الأقل كمتوسط وبالتالي منذ بداية الطفن وحتى الآن بتتكلم عن أكتر من 50 ألف شهيد وأكتر من 100 ألف مصاب وأكتر من 15 ألف معتقل في الضفة أو في القطاع وأكتر من مليون ونص نازح وبتحدث أيضا عن سياسات تجويع ممنهجة وتدمير كامل للبنية التحتية وحرق كامل للبشر حتى في الخيام فلما أجي أتكلم النهاردة على عملية إعادة تفكيك القطاع وإعادة فرض وضع أمني جديد على القطاع واستهداف ممنهج للبشر والحجر داخل القطاع بطبيعة الحال سيعيد حماس سنوات حتى تستطيع أن تمتلك القدرة طيب ما أنا ممكن يقول سيعيد حماس سنوات حتى تمتلك القدرة على إعادة البناء ولا توجد أدوات أو منافس لإعادة البناء يبقى لن يتم البناء لكن النهاردة التقارير الأمريكية بتقول أن حماس حتى في الفترة العام دي استطعت أن تقوم بتجنيد الذين سقطوا منها يعني عدد قد يكون هذا دقيق وقد يكون غير دقيق وقد يكون الهجف منه مزيد من صبر لكن حتى حتى مصادر من حماس أكدت هذا الكلام مصدر نشوف ما هو يعني لما الطرفين مصدرين بيقولوا أصلا برضو أحيانا بتعامل مع بعض هذه الأمور بدرجة من الحزر لأن والوجهتين عندهم المبر أو الطياري الطرفين عندهم المبر يعني أنصار حماس يمكن أن يقولوا ذلك من باب الدافعية ورفع الروح المعنوي والتأكيد على أن الحركة تجدد شبابها وتقوم بتجنيد عشرات الشباب الجدد وعشرات الجنود الجدد وما زالت مستمرة في التصنيع وكل ذلك من باب رفع الروح المعنوية والتأكيد أن الحركة مستمرة وقادرة ممتاز هذا مطلوب في أوقات الأزمات والحروب والصراعات مطلوب من جانب آخر عندما تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية على أن حماس تقوم بالتجنيد قد يكون ذلك دافعا من باب حجد المزيد من الجهود وحجد المزيد من الإمكانيات خلف الكيان حتى يستمر في حربه في حرب الإبادة والتدمي فكل طرف من الطرفين لديه مبررات للحديث عن فكرة التجنيد ولكن أنا بتكلم على صعوبات حقيقية بتواجه الحركة في المرحلة الراهن أنا كنت بتكلم على أننا مثلا عندنا المعبر البر الوحيد مرتبط بمصر طب النظام المصري شريك في الحصار وشريك في الجرائم التي ترتكب في قطع غز وشريك في عملية الإبادة التي ترتكب في قطع غز وبالتالي طب في هذا الصياق كيف أراهن على أنه يمكن أن تصل للقطاع أي إمدادات من أي نوع حتى لو كانت إمدادات غزائية أو صحية فهذه الصورة مشكوك فيها النهاردة بعد اغتيال الشهيد الصنوار الآلة الإعلامية للنظام بدأت تهاجم حماس من جديد وتتهم الصنوار بأنه كان سببا يعني الضابط أو العسكري اللي كان واقف على الحدود ما بين مصر وقطاع غزة في الجانب المصري أكيد سمع صوت الدانة التي ضربت أو الدبابة التي ضربت المبنى الذي انهار وكان فيه الشهيد الصنوار يعني هنتكلم على ألف متر يعني كيلو لا أنا ده مش بس كده ده مش بس كده أنا النهاردة بقالي سنة بقباد والمفترض أن غزة أحد دوائر العمق الاستراتيجي الدولتي وأحد دوائر الأمن القومي للدولة بتقباد بالكامل ومعروف مخططاتهم فيما يتعلق بجزء من أرض اللي هو المباشر اللي هو شي بجزيرة سينة لا وأغض الطرف وأشارك في الإبادة الجمعية مقابل امتيازات مادية وحصص اقتصادية في الاستثمارات لا فالوضع هنا مختلف تماما فأنا بتكلم على هل تمتلك حماس القدر على إعادة البناء في المرحلة القادمة إذا توقفت الحرب الآن الاحتمال قائم والسيناريو قائم ولكن جزء آخر من المعادلة في غاية الأهمية عن ما يرثبت بالمجتمع الإسرائيلي نفسه هل المجتمع الإسرائيلي قبل الطفان هو نفسه ما بعد الطفان أنا أشك هل المجتمع الإسرائيلي بين قسين لم يتضرر كما تضرر القطاع لا تضرر لا دي خليها حاجة تانية خلينا أسألك أسألك عن سؤال مهم هنا له علاقة بالمشهد الذي الخاص باغتيال السنوار أو بمقتل واستشاد السنوار البعض بيفسروا بأن ضعف الحركة على الأرض أن القائد الأول وقعيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يعني كان من قبله الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرانتيسي وكذلك إسماعيل هنية نعم اغتيلوا ولم يكونوا وفي أرض المعركة يحملون السلاح زي السنوار يعني القائد القائد يخطط يدبر يعطي الأوامر وليس يحمل السلاح ويضرب لا هل هذه الدرجة لم يعد هناك مقاتلون على الأرض حتى خرج السنوار ليقاتل لا طبعا سمعني بقى السيناري لا في الأخير لا طبعا ده أنا أنا شوف لما أقول لك والله هو السنوار كان بيحارب طبيعي جدا أن قائد معركة والذي يخطط لها والذي يشرف على الوحدات والعمليات والتجهيزات والترتيبات الفنية واللوجستية والمتابعة والرقابة والتسليح والصيانة والتحدي طبيعي أن يكون في المدان بدأ دوره يعني لأنه وزير دفاع في جيش وبتالي دوره أن يكون في المدان طبع عندما يقتل القائد هل معنى كده أن الجيش تم تدميره ولا طبعا عشرات التجارب التاريخية وتقول لأكس كده تماما واستمرار حتى العمليات بعد مقتلهم بدليل استمرار العمليات رقم واحد وبدليل أن الحركة تعرضت لمثل هذا المأزق عشرات المرات يعني تمه العروري تم اغتياله في لبنان في يناير الفين واربعة وعشرين بعد الطفان بثلاث شهور لا ويقصد أن العروري كان يخطط طيب الشيخ عمل ياسين كان يخطط لكن السنوار يرتدي بدلته العسكرية وينزل إلى الميدان لا ما بتتحسبش كده هي بتتحسب أن أنا عندي قيادة عسكرية القيادة العسكرية ليست شخصا واحدا هناك هيكلية المؤسسة العسكرية في حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقوم على مجموعة من الوحدات ومجموعة من الكتائب لكل كتيبة قيادة محددة ومعروفة وهناك مشرف عام على هذه أو قائد عام لهذه الوحدات وهذه الكتائب وبالتالي إذا غاب أي قائد في أي مرحلة أو في أي وحدة من الوحدات يتم تصعيد الذي يليه في الكادر وبالتالي في هيكلية عسكرية واضحة هيكلية سياسية واضحة هيكلية أمنية داخلية واضحة لأن أنت بتتعامل مع كيان كان يمثل حكومة وكان رئيس الحركة هو رئيس الوزراء في فلسطين سنة 2006 وبالتالي بعد أن حدست الأزمة في 2006 أصبحت هذه الحكومة لها هيكلة الإدارية والتنظيمية الأمنية والسياسية والعسكرية داخل القطاع وخارج القطاع وبالتالي أنا من وجهة نظري مع أهمية القائد وضرورته ورمزيته الكبيرة وعقليته ورؤيته الاستراتيجية ولكن ويمكن وبالفعل كان ضربة شديدة الإلام وضربة موجعة جدا يوازي ما تعرض له حزب الله في اغتيال أمينه العام حسن نصر الله ولكن بحكم وجود هيكلية تنظيمية واضحة ومحددة وتوزيع أدوار دقيق داخل المؤسسة العسكرية لحركة المقاومة أعتقد أن البدائل جاهزة وقدرة على التعويد والتعويد السريع كان مغامرا السنوار بأن ينزل إلى أرض المعركة أو يتحرك في هذه الرقعة الجغرافية الضيقة والمرصودة من إسرائيل وجود القوات الإسرائيلية هذه مغامرة ما أقدرش أحكم بغض النظر على أن المشهد خرج بطوليا للعالم لا ما أقدرش أحكم لأنه في الأخير لا أعرف ليس لدي تفصيل عن السياق لمدة عام كامل في ظل هذه الإبادة التي تمارسها إسرائيل لكل شيء داخل الكيان فأعتقد أن مجرد الاستمرار لعام كامل في ظل هذه العمليات إنجازه حد ذاته خروجه أو عدم خروجه وأين قتل وكيف قتل هذه السياقات يعني كامل الصورة لم تتضح حتى الآن لأنه للأسف الشديد المصدر الوحيد للمعلومات فيما يتعلق باغتياله واستشهاده هو الإعلام الإسرائيل وما ينقل عن الإعلام الإسرائيل ولم يتصرب من وصائل الإعلام أخرى موثوقة ما يؤكد أين وكيف ومتى وغير ذلك من اعتبارات ولذلك يعني حتى لا توجد رواية يعني سوية لا توجد رواية موازية أو مغايرة أو مستقلة عن الرواية الصهونية وطالما لا توجد مثل هذه الرواية فلا يجب أن نأخذ بكامل ما ينقله الإعلام الإسرائيلي بنسبة 100% يعني دكتور البعض يرى أن العرب رضوا بالرواية الإسرائيلية عن محتل السنوار كانت مرضية لأنه خرج في صورة أنه بطل والبعض يشكك بأذي الرواية ويقول كيف كيف مرت هذه الرواية يبدو أن هناك لعبة ما وشية بالسنوار كما يقال كل الحاجات دي أكيد سمعتها طبعا شايفيني ده منطقي ولا ولا لا أشوف أصلا أنت برضو لازم تميز مش كل العرب ده رقم واحد لأنه بين العرب من كان يتمنى وفاة اغتيال السنوار وهناك من كان يتمنى ليس اغتيال السنوار ولكن كان يتمنى أن يتم قتل السنوار في صورة لا تعطيه أي رمزية أو القبض عليه أو القبض عليه وإزلاله وبالتالي الحديث عن العرب لابد أن نميز من بين مستويات وهناك إعلام يصنف على أنه إعلام عربي يشوه من كل ما تقوم بها حركات المقاومة منذ تأسسها وليس منذ وضفان الأقصى وبالتالي الفصل بين الأدوار في غاية الأهمية لما أجد تكلم بقى طيب الرواية والقبول بالرواية الإسرائيلية يا أخي إذا كان الإعلام العربي نفسه صهيوني فهو مش محتاج الرواية الصهيونية ده هو بيأخذها بس كإيه لا أنا أتكلم حتى حتى الدائمين للمقاومة الرفيدين للاحتلال ما خرجوش رواية أخرى وكأن الرواية صحيحة ما عندهمش رواية أخرى للأسف الشديد لأن إسرائيل بتستهدف الإعلام وبتستهدف الزعفيين منذ اليوم الأول وبتستهدم كل الموثقين أو حتى المنظمات الدولية والأممية بيتم استهدف بس هو المشهد اللي ختم به هو مشهد فيه نوع من تقدير هذه هي الجزئية المهم هذه هي الجزئية المهم أن تم نقل المشهد بشكل مباشر من الجنود الذين قاموا بتلك العملية دون أن يتدخل الإعلام والسياسة الإسرائيلية في إدارة الملف دي غريبة لا مش غريبة ده طبيعي جدا معركة ممتدة منذ أكثر من عام كان يتم تصوير الصنوار على أنه الشيطان الأكبر والمجرم الأكبر ومن يقوم باغتياله أو يقوم باستهدافه سيكون هو بطل الأبطال فطبيعي جدا في ظل عشوائية الجنود وفي ظل الفوضوية فشفوا حاجة بهذا الحجم فصوروا ونشر طبيعي يعني سيناريو افتراضي متوقع مش مستحيل أن يحدث أثر ده على الشعب الإسرائيلي الصهيوني الآن بعد مقتل الصنوار وتقديم انتانياه نفسه على أنه بطل قام باستقصال قيادات الحركات المقاومة حسن نصر الله اسماعيل هنية يحيى الصنوار والعروري وغيرهم من الشخصيات التي كانت يعني تمثل حجر عثرة أمامه وفي نفس الوقت الصواريخ التي تملأ سماء تل أبيب والأراضي المحتلة والشعب الإسرائيلي هو في الأنفاق أكثر مما كان يقال نصنوار في الأنفاق والشعب الإسرائيلي هو اليوم جميعه في الأنفاق بما فيهم نتانياه الذي استوري في منزله خلي بالك مرضو هنميز في إطار الشعب هذا الشعب بن قصين بين مستوات مستوى اليمين المتطرف الذي يمثله بغفير واسموت ريتش وغيرهم وأنصرهم يمكن أن يفرحوا باغتيال مثل هؤلاء الرموز ولكن الشعب في عمومه لا يعنيه من تم اغتياله يعنيه أن يعود إليه أسراء وبالتالي طالما أن نتانياهو لم ينجح بعد مرور أكثر من عام على إعادة الأسرة فلا قيمة لأي عمل سياسي أو عسكري يقوم به ويظل في منصور هذه الفئة الصلبة أو القتل الصلبة من الشعب بن قصين الإسرائيلي فاشل وهذا ما يجب الرهن عليه لذلك ستبقى ورقة الأسرة أحد أهم أوراق فشل قطة نتانياهو منذ بداية الطفان أو منذ الرد على الطفان في الثامن من أكتوبر 2023 إذا لم ينجح في تحرير الأسرة اليوم وأمس يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأمريكية عن أن الولايات المتحدة بدأت تنشر قوتها وتنشر آلياتها ومعداتها وخبراءها ومستشاريها لتسهيل الحصول الوصول إلى الأسرة طبما الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ طفان الأقصى الاستخبارات الأمريكية لم تتوقف يوما أو لم تقرق يوما من قطع غز وفكرة الرصيف البحر الذي تم إنشاؤه كان أحد أهدافه التجسس وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية من داخل القطاع وبالتالي فكرة أن الولايات المتحدة شريك كامل في كل العمليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية واللوجستية داخل القطاع موجود منذ اليوم الأول للطفاة ولذلك لما نيجي نقول والله اغتيال الصنوار اغتيال هنية اغتيال العروري اغتيال مش عارف مين كل ده يمكن أن يحقق يكتب انجازات يكتب انجازات من منظور نتنياهو سياسيا باعتباره يتخلص من قارة الصف الأول للحركة ولكن من منظور الشعب بين قوسين الإسرائيلي لا يعبر عن أي نجاح طالما أن مثل هذه الاغتيالات لم تؤدي إلى تحرير الأسرة الذين تم القبض عليهم في السابع من أكتوبر في 2013 سؤال الخير السيناريوات المحتملة مع الانتخابات يعني صعود ترامب أو صعود هارس إلى البيت الأبيض البعض يتحدث عن أن اليوم التالي سيكون هناك قرار إما توسع الحرب أو توقف الحرب وليس توسع الحرب أو توقف الحرب باختيال السنوار أو باختيال قيادات أو حتى اختيال نتنياهو القرار سيكون قرار الولايات المتحدة الأمريكية هل تتفق مع هذه العبارة وما هي السيناريوات طيب خليني برضو أقول حاجة صغيرة جدا أنه لا يجب النظر إلى إسرائيل باعتبارها المشروع الصهيوني إسرائيل أداه من أدوات المشروع الصهيوني والصهيونية العالمية أحد أدواتها الأساسية هو الكيان الصهيوني تاني هناك مشروع للصهيونية العالمية أحد أدواته الأساسية الكيان ودولة الكيان التي تشكل رأس حرب متقدم في المنطقة العربية وعالم الإسلام ولكن الصهيونية العالمية عشرات المشروعات والشبكات والمراكز والمؤسسات واللوبيات وجماعات الضغط التي تتحكم في عملية صنع القرار داخل الولايات المتحدة في عدد من الدول الأوروبية هذه جزئية الجزئية التانية ماذا لو فازت كاميلا هارس وماذا لو فازت ترامب لو فازت كاميلا هارس ستنشغل الولايات المتحدة الأمريكية بداخلها لأن ترامب لن يسمح لكاميلا أن تفوز وجهة نظر هاي اللي بدوني هاي اللي بدوني وهتدخل أمريكا في حرب أهلية وأنا أتمنى ذلك أن يحدث ليه تدخل في حرب أهلية لأنه هو هدد هدد وعنده 75 مليون بيراهن عليهم لنشر الرعب ونشر الدم ونشر البلطجة في المجتمع الأمريكي وهو قال ذلك أكثر بس ده ما عارفش يعمله في المرة الأولى لا يعمله في المرة التانية الوضع مختلف تماما في السياقات مختلفة تماما والزرفية مختلفة تماما والاستعدادات والتجهيزات مختلفة تماما وهو هدد بذلك في أكثر من مرة إما انتخابه وفوزه أو الفوضى فإذا فازت كاميلا هارس سيتنشغل الولايات المتحدة بداخلها وستحدث الصراعات الداخلية داخل الولايات المتحدة وسيؤثر ذلك على حجم الدعم الأمريكي للكيانة الصيونة إذا فاز ترامب سيكون هناك قرار بتوسيع الحرب إذا فاز ترامب سيكون هناك قرار ليه متأكد من كده البعض يقول بالعكس هيل الماء عشان الفلوس والنفط مضربش في كله لأن الفلوس عنده تحت إيده ترامب عنده 3 من 3 إلى 5 تريليون دولار احتياطيات نقدية لدول الخليج العرب تحت إيده لا أنا أتكلم على النفط ويأخذها بتليفون النفط ماشي ما هو النفط برضه في إيدينا لأن النفط بيباع ويتم التبادل النفط بالدولار لا أنا أصد النهاردة لو دخل حرب وسعها مع إيران إيران هددت بشكل واضح إن هي إذا تم التعرض للنفط الإيراني سيتم التعرض للنفط الخليجي أنت عندك نموذج يعني لما تمت لما قامت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 من المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا في الولايات المتحدة قطاع الطاقة في الولايات المتحدة المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا لأن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة رفع أسعاره ورفع إنتاجه ورفع صادراته لدول أوروبا بقى أسعار مضعفة مبالغ فيها لدرجة أن حزت الأزمة السياسية في وقتا من الأوقات بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والفرنسا والنرويج على أنهم في ظل الأزمة كانوا يبعون له الغاز بتسع أضعاف فكان بيقول لهم كده خرج ماكرون وقال لهم اكسبهم بس مش تسع أضعاف بهذا الشكل وبالتالي فكرة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن توسع الحرب حفاظا على النفط الخليجي لا لماذا؟ لماذا؟ بس ما تقدرش ما عندهاش النفط اللي تقدر تبيعوز الخليج إيوكرونيا ماشي إيوكرونيا غازية عندنا بدائل عندنا بدائل ولذلك مهم جدا جدا أن لمن يدرس جيوبوليتيك الطاقة يعرف ما تقوم به في شرق المتوسط ما تقوم به في غرب القرى الإفرقية وخطوط الإمداد وخطوط الأنابيب التي تقوم بإنشاءها من نيجيريا مرورا بالنيجير وصولها عبر الجزائر وعبر ليبيا إلى أوروبا وكذلك توسع في إنتاج الطاقة في ألسقا وكذلك توسع في إنتاج الطاقة في قزوين كلها دوائر شديدة الأهمين وشبكات الأحلاف والتحالفات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي أنشأتها في آخر خمس سنوات كلها في غاية الأهمية في الأخير في الأخير عندما نتحدث على أحيانا تكون تقاصل أمور بفكرة الأضرار حجم الأضراري وحجم المكاسب بمعنى يمكن أن أقبل بضرر اقتصادي ما على مستوى ما إذا كان الهدف الآخر الهدف السياسي أكبر فقضاء على نظام أو ضرب منظومة إيران وبرنامجها النووي واستهدافها بشكل مباشر قد يكون هدفا استراتيجيا كبيرا جدا جدا تستعد للولايات المتحدة لديها استعداد أن تقوض هذه التجربة حتى لو كان ذلك على حساب مصالح النفط في المنطقة لمدة ستة أشهر أو عمل الأقل وبالتالي فكرة الموازنات بين الفرص والموازنات بين الأهداف وترتيب الأولويات هكذا تقاص من وجهة نظري تدار السياساء الخطط الاستراتيجية بمعنى لدينا مجموعة من الأهداف نرتب الأولويات وبناء على كل هدف وكل أولوية مع حجم الأضرار مع حجم التهديدات مع حجم الفرص مع حجم المخاطر ثم يتم اتخاذ القرار دعني ألخص معك هذه الحلقة من بودكاست الطريق في أن اليوم التالي وهذا هو محور تحداتنا فيه والشرق الأوسط الجديد الذي يتكلم عنه نتنياهو لن يستطيع نتنياهو تحقيقه إذا ما تغسعت الحرب نعم صحيح مع وجود تراجعات على مستوى معسكر المقاومة وتراجعات حتى داخل بنية الكيان ده في غاية الأهمية يعني لما تكلم عن أكثر من نصف مليون نازح من سكان الكيان في غلاف غزة ما يسمى بغلاف غزة وفي مناطق الشمال المحتل وأكثر من 750 ألف تركوا إسرائيل هجرة للخارج فهذا تحدي استراتيجي شديد الأهمية وشديد القطول الهجرة العكسية وهي أكثر شيء يهدد بقاء إسرائيل يهدد بقاء الكيان لأن الفكرة أيمة على الهجرة الجزئية الأخرى وهي إيران وتوسع الحرب حضرتك بتكلم على أن السيناريو توسع الحرب موجود وله سيناريوات ولا تزال إيران تحاول دعم أذرعها وعلى رأسها حزب الله وتكلمت أيضا عن حزب الله بعد حصل نصر الله قطعا تأثر لأهمية هذا الرجل في التنظيم لكن قدرته على الردع هي التي ستثبت هل لديه القدرة على البقاء أم لا البقاء في الردع وليس البقاء كفكرة أو كتنظيم لأنه أيضا منظومة عقائدية وتنظيم عقائدي مثل ومثل حركة المقاومة الإسلامية حماس وتكلمت أيضا عن اغتيال السنوار وأثر هذا الاغتيال على وهو باعتباره العقل المدبر ورقم واحد في طوفان الأقصى تكلمت أن هذا لن يؤثر كثيرا على العمليات التي تقوم بها المقاومة وإن كانت هناك تراجع للمقاومة أن هناك عام من الحرب وأخيرا السيناريوات التي يمكن أن تفرضها الانتخابات الأمريكية على وقف الحرب توسع الحرب في حالة ترامب وتوقف الحرب أو انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تارس لأن ترامب سيحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة من القتال هو في الأخير أنا كنت دايما حريص على فكرة أن هذا تحليل سياسي والتحليل السياسي بيقوم على رصد السيناريوهات والموازنة بين السيناريوهات قد تتغير كل المعادلات وكل هذه السيناريوهات لمجرد حدوث ما يسمى بسيناريوهات البجعة السوداء والبجعة السوداء تتمثل في ما هو خارج السرب أو خارج السياق إن فجأة يموت نتنياهو فجأة يموت السيسي فجأة يموت خامنئي فتتغير المعادلات وتتغير التوجهات وتغير خطط والسياسات ولكن في الأخير دور المحلل السياسي أن يرصد السيناريوهات المختلفة وبعد أن يرصد هذه السيناريوهات يقوم بالمقارنة فيما بينها وبعد أن يقارن بين هذه السيناريوهات أن يرجح أحدها قد تصدق ويكون بها ونعمت وقد لا تحدث في ظل أن هناك سيولة سياسية في كل العالم وليس بقى يمكن أن تدخل روسيا للتحادية على خط المواجهة وتريد أن تزيد من أمل الصراع حتى تتورط الولايات المتحدة في مستنقع الشرق الأوسط مثلا قد تتغير المدعالات فيما يتعلق بالحوسي ويقوم باستهدفات أوسع وأعمق للكيان الصهيوني فتتوسع دائرات الصراع والمواجهة قد تحدث أزمة سياسية في مصر أو في سوريا أو في غيرها فتتغير المعادلات وتتغير التوجهات قد ينطفط أي شعب في أي دولة عربية ضد نظام حكمه فتتغير كل المعادلات وبالتالي فكرة بناء السيناريوهات يتم رصدها بناء على رفع الواقع في توقيت معين في مرحلة معين دكتور عسام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلقات الدولية بشكرك شكرا جزيلا لهذه الحلقة من بودكاست الطريق مشاهدين مستمعين في بودكاست الطريق أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد وجدتم فيها نافع والإجابات المرضية حول تحليل المشهد السياسي في معركة طفان الأقصى والجديد فيها من سيناريوهات إلى أن نلتقي طيب الله عمقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر